بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي التلاميذ والتلميذات في مقطع آخر من دروس مادة علوم الحياة والأرض لمستوى أولى بكالوريا سواء علوم تجربية أو علوم ريادية بطبيعة الحال خيار فرنسية إذن كما قرأتم في عنوان هذا المقطع اليوم إن شاء الله سوف نتطرق لي الموضة الترانس بورد الأمام السيديمونتار يعني أنماط نقل العناصر الرسوبية كيف تنتقل العناصر الرسوبية بسم الله فلنبدأ على بركة الله بسم الله إذن من أجل فهم مختلف أنماط نقل العناصر الرسوبية نقتاريح الواتيقة التارية إذن الواتيقة تمتل مختلف أنماط نقل العناصر الرسوبية les différents modes de transport des éléments sédimentaires إذن سواء الأول première question déduire quels sont les modes de transport des éléments sédimentaires السؤال الأول استخرج من الواتيقة بطبيعة الحال ما هي هذه الأنماط أنماط نقل العناصر الرسوبية الذي هو بطبيعة الحال عنوان ومحتوى هذا المقطع السؤال الثاني quels sont les forces qui conditions ce dynamism يعني ما هي القوى المتحكمة في هذا النقل وفي هذا أنواع أنماط النقل أفهم سؤال لا لاستخرج أنماط النقل العناصر الرسوبية والسؤال الثاني استخرج ما هي القوى المطبقة على هذا ما هي القوى التي تتحكم في مختلف هذا الأنماط بطبيعة الحال نقتاريح كذلك هذا المقطع الذي هو مقطع فيديو يبين مختلف أنماط نقل العناصر الرسوبية في تيار مائي طبيعة الحال هذا المقطع هو مقطع حقيقي كما تلاحظون إذن من أجل الإجابة على هذه التساؤلات وإجابة بطبيعة الحال أولا قراءة الوثيقة إذن كما قلت الوثيقة ماذا تمثل؟ الوثيقة تمثل الوثيقة مختلفة مختلف أنماط نقل العناصر الرسوبية على اليمين لدينا مكتوب لذلك المطبع في تيار المطبع يعني العناصر التي تكون عالقة يعني يكون وزناء خفيف وبالتالي تكون عالقة في التيار يأخذوا التيار فوق السطح مثل المتال المعروف والأغجيل يعني يعني أحطين يعني وزناء خفيف وبالتالي يكون معلق في الماء يكون معلق في الماء لأنه وزنه خفيف وعندنا أيضا مكتوب يعني النقل في الأعماق هذا النقل في الأعماق يكون بالنسبة للرواسب التي تكون أوزانها تقيلة أو تكون أوزانها مرتفعة مثلا مثلا الرامل إلى أخيره الرامل يعني الرامل يعني الرامل السابل يعني الحصاب والحجر الكبير للأخير هذه بما أن وزنها تقيل لأن وزنها كبير يتم نقلها في الأعماق عكس الطين الذي وزنه خفيف يتم نقله في يكون في الأعلى ما فون يعني يكون عالق في الماء أو مثلا يكون عالق في الرياح نحن هنا أخذنا مثال تيار مائي ولدينا كذلك مكتوب لغولمان لغولمان بطبيعة الحال هو التدحرج بسهولة التدحرج لغولمان التدحرج ولدينا لغلسما لغلسما يعني لنزلاق لغلسما لنزلاق ولدينا مكتوب كذلك سابل انسالتاشن سابل انسالتاشن يعني القفز مرة يقفز هذا النوع من مثل لدينا الرمل يتعرض للقفز مفهوم مرة يطلع مرة يصعد في التيار المائي ومرة ينزل مرة يصعد ومرة ينزل مفهوم وبالتالي نسميه سالتاشن يعني القفز مفهوم إذن نحن قد أجبنا على السؤال الأول ببساطة وهو أنماط مختلف أنماط نقل العناصر الرسوبية إذن لدينا نوعين أو نماطين من النقل نماط يكون في القاعة أو في الأعماق في العمق ونماط يكون في الأعلى وتكون في الرواسب عالقة في التيار المائي وكالجواب على السؤال الأول سيدمان يمكن أن تنتقل حسب سابقا وشارت في الشرح ويجب أن تكون هذه العناصر الشرح الأساسي أن يكون وزنها لطاية ويجب أن يكون أصغير جدا وإذن أصغر عنصر من الرواسب وهو الطين لعجل كالثير من النقل وهو وعلم التعليق على الماضي ولدينا فيه أولا لغلسما كما قلت لغلسما هو التزحلق هذه الماضي يكون سيضا في المرات سيضا في المرات يعني يمكن أن ترواسيب قدوها كبير ويكون لفرم أبلاتي ويكون شكلها مصطح هذا النوع يسمى بلغلسمن تاني نمات من المنطقة النقل وهو لغولمان يعني التدحرج يكون هذا النمات بطبيعة الحال السيلي بارتكوليسان ده غران طايل يعني قد كبير لكن الشكل يكون هاد مرة ده فرم عرانده يكون دائري واخير نوع وهو لسالتاشن يعني القفز يكون هذا عندما يكون لدينا قد العناصر روصوبي المنقولة متوسط موين يعني نقل موين وشكل ما لاحظنا مثال الرند يعني مرة يغلب التيار المائي وبالتالي يصعد هذا الراسب ومرة يغلب وزن الراسب وبالتالي يهبط إلى الأسفل وبالتالي مرة يصعد مرة ينزل مرة يصعد مرة ينزل وهذا يسمى بالقفز أو السالتاشن إذن كما هذه هي جميع أنماط نقل العناصر الرسوبية السؤال الثاني ما هي القوة التي تتحكم في هذا النقل أو في هذا المختلف أنماط النقل إذن القوة التي تتحكم في نقل أو في مختلف أنماط النقل هي أولا la force de gravité يعني قوة الجاذبية التي تتعلق بدرجة أولى بكتلة العنصر الرسوبي وبقد العنصر الرسوبي إذن أول قوة تتحكم في النقل في النقل الرسوبي هي قوة الجاذبية ثاني قوة la force du courant يعني قوة التيار التيار مثل المائي والتيار الرحي الذي ينقل العناصر الرسوبية وبالتالي هذه القوة هي تتعلق بدرجة أساسية بسرعة التيار أفهم إذن إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقطع إذا لديكم أي تساؤلات أي ملاحظات أرجوك وضع في خان التعليقات وللإشارة من هنا إلى العطلة إلى نهاية العطلة سوف أقوم بنشر تمارين وفروض تتعلق بالفرد الأول الفرد المحروص الأول والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته